شهيد آخر يلتحق بركب الشهداء من رجال الأمن وهم يخوضون معركة شرسة في مواجهة عصابات التهريب وتاتي مراسيم تشييع الملازم مطيع الجميل بالتزامن مع استمرار الحملات الأمنية في المديريات الغربية وسط تاكيدات من القيادات الأمنية على مواصلة التضحيات للحد من توسع أنشطة تلك العصابات هذه ضريبة الحفاظ على الأمن والاستقرار نحن قدمنا إدارتها من محافظة المهرة إلى سبع شهداء ونحن سيرين على خطاهم وإن شاء الله بدنا تعالى دمهم ما يبروح حدر هذه الجنازة المهيبة نشكر جميع الأخوة في القيادات العسكريين والقوة المسلحة والأمن والحافظة العسكريين والخال وبدأ في مقدمتهم العميد المختار الجعفري وكيلة والمحافظة المهرة والأخوة الحاضرين جميعا نشكر لكم ووقوفكم وحضوركم هذا اليوم ونسأل الله تعالى أن تقبل شهداءنا الأبرار وأن يغفرنا مسكورة في سيح الجناتة ما يقارب سبعة شهداء هي حصيلة الخسائر البشرية للقوات الأمنية بحسب إحصائية رسمية حيث تحظى هذه الوحدات بدعم كبير من السلطة المحلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة وإن كان ثمن ذلك باهظا مكافحة تقافة المخدرات وهو ليس أول شهيد ولا آخر شهيد في جانب الديني والأدبي والأخلاقي سبق قبل هي شهداء رحمة الله عليهم على نفس الدرب وعلى نفس النهج وفي نفس المهمة هم الملازم طالب عباس العمري والأخ المساعد عبد الفتاح العماد والأخ المساعد فهارس سالم بن نيمر استشهدوا في نهاية 2021 فحماية الشباب من السموم القاتلات استدعي تكاتبا حكوميا ومجتمعيا إلى جانب الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل الأجيال أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر